امكان انا زي زي شارب كتير جدا كان بتيجي عليها فترة في حياتي اخد قرارة تغيير وقرار ان انا لازم اعمل حاجات كتير جدا ما كنتش بعملها بس الفكرة بتبدأ ازاي ان انا باخد القرار ان انا ببدأ ان انا نفذ الحاجة دي يوم في التاني في التالت ولا اي نفس رجاعتي تاني لنقطة ان انا بعملش حاجة فالسؤال اللي كنت دابعين بسأله النفس هو لا ليه وقت ما بقرر ان انا عمل الحاجة ليه ما فيش استمرارية على القرار ده ليه دايمان يوم في التالي مع اول سوا بتواجهني برجع تاني لقيت ان المفروض ان انت تتعامل مع نفسك بذكاء يعني انت تتعامل مع نفسك بذكاء انت تدركت واحد جسمك متعود على الخمول ومتعود على الكسل بقى لك كتير جدا فما ينفعش ان انت تيجي في يوم وليلة وتقرر ان انا خلاص من بكرة ان انا هبدأ اشتغل وما انا مش او ان انا اشتغل على حلمي فطبيعي ان انا جسمي ونفسي هتقوني وهيرجعوني تاني للوقت الانتخذ فلازم اتعامل مع نفسي بذكاء طب اتعامل مع نفسي بذكاء ازاي لازم اول خطوة ان انا ابدأ احدد ايه الحاجات السلبية اللي انا بعملها في حياتي وعايز اغيرها وايه الحاجات الايجابية اللي انا عايز اوصل لها وابدأ اردت بتكلام ده من الاسهل في التغيير للاصعب ابدأ اشوف اللي السلبية اللي انا بعملها في حياتي وابدأ ان انا اغيرها واحدة واحدة ابدأ ان انا اشيل حاجة سلبية وابدلها بحاجة ايجابية حتى لو الموضوع ده هياخد مني وقت طويل جدا بس خالي الاعمال ادوامها وانقال وانقال يا فرحتي ان انا جيت في يوم وليلا وقرار ان انا اشتغل واتعب واعمل كل حاجة وفي الاخر بكملتش ورجعت لتالي نوتس السفر ما انا مستفدتش حاجة لكن انا ممكن امشي الموضوع خطوة خطوة واطلع سلم سلمة سلمة بس انا عايف ان انا هوصل للوقت اللي هنجح فيه